اشتركوا في القناة الجيش الإسرائيلي بأنه قتل ثلاثة أسرى عن طريق الخطأ كما قال هذا ماذا يعني في كل منظومة الحرب التي يقوم بها الاحتلال على قطاع غزة يعني هذه حالة تندرج ضمن الحالات التي لها مقاومة أن تكون حالة فارقة في مسيرة الحرب وفي مسيرة الأزمة الإسرائيلية الداخلية معا فمنها طبعا هناك الجيش لا يستطيع أن يتجاهل أو يخبئ أو يكتم بصوته في مثل هذه القضية المكشوفة كما يبدو من الأعلام كان يعرف بها وهناك حدة مصادر كانت تعرف بها مسبقا أنها حدثة حدثت صباحا تحدثت عنها ساعا فكان يعني هذا كابيا لكن بدون شك أنه فتحت أسئلة كثيرة واليوم نرى أن صحف تعج بالعناوين المهمة وغيرا مسبوقة تقريبا أن هذه ليست خطأا وليست قضية سهوة أو إخفاء وإنما جريمة أو قضية يعني تصل إلى حد الجريمة حتى بمفهوم كيف يتعامل الجيش مع المدنيين عمليا أنه يعني كشف الجيش الإسرائيلي نفسه الذي يتحدث عن أخلاقياته وعن أنه أفضل الجيش بالعالم أنه عمليا أنه يقتل المدنيين حتى هم يدفعون رأي البيضاء وهنا لم يعرفهم بدون شك لكن حين يعرفهم يقتلهم إذا كان أي فلسطين عمليا ينزع ويشتكي بأن الجيش يقتله أو يطلق النار صوبه فهذا دليل على أي ممارسات تجري على مستوى الجيش وهذه نراها ليس فقط في غزة نراها في كل مكان في القدس في الضفة وفي السياح المدنيين بات نهجا يعني لكل جندي كل مجند يستطيع أن يمارسه ويقاذل كيف يتعامل وحتى الضابط حين نادى بالجنود أن يتوقفوا عن إطلاق النار لم يتوقفوا وأجهزوا على الثالث فهمني أنه قضية تحتاج كما يبدو إلى تحقيق أوسع بكثير لكن هي دالة على أي تعامل يعنيه الفلسطينيون في غزة في ناية المطار وطبعا قتلوا أسناهم لأنه هذا الدليل على كيف يتعاملوا مع الفلسطينيين وليس كيف يتعاملوا مع الإسرائيليين بالأساس فقد تعدي إلى عزة أرضية لكن نتنياهو في الأمس بشكل صفق جدا وبكل صرافة تحدث عن عناق العائلات وما إلى ذلك ولم يتحمل طبعا نسولية كما نتنياهو لكنه أكد بعد ذلك مباشرة ذهب إلى يتحدث عنه أسلو ويتحدث أن هذه الحرب وأن الحرب طويلة وأنه استمر وسيكون ضحايا وقد تحدث أخطاء فنتنياهو عمليا غير مشغول اليوم إلا في إطالة أمد الحرب والتي باتت مترابطة مع إطالة أمده في الحكم كما يرى وهذا الشغل أكثر من أي شئ قضية أخرى وهذا باته بشكل مجاهد أمام الجمهور الإسرائيلي الذي يأخذ بقاء نتنياهو في الحكم كانت العائلات هذه أن يستقيل وهو يتحدث عنه أسلو نعم هل كان لدى جيش الاحتلال خيار آخر غير أن يعترف بقتلهم يعني لماذا اعترف بقتلهم وهو يعلم أنه ستكون هناك ردة فعل غاضبة وكبيرة من قبل الجمهور الإسرائيلي وتحديداً أهالي الأسراء هل كان يملك أي خيارات أخرى برأيك يعني من الصعب التقدير لكن واضح أنه لو الجيش أراد أن يتكتم على الأمر ثم ينكشف أنه قام بذلك لأن كان رد الفعل أكثر غضباً وكان رد الفعل أن يؤمن من ثود غضب بالمجتمع الإسرائيلي فأعتقد أنه نحاول تدارب كل أمور الجيش لكن اللافت كان أنه عادة هنا يكون إنجاز عسكري إسرائيلي يذهب نتنياهو أول من يذهب إلى الإعلام ويبشر به بين هلالين المجتمع الإسرائيلي الآن نتنياهو تستر على نفسه حتى لم يخضر اللقاء مع عائلات الأسرة والمحتجزين في غزة وإنما ذهب إلى غانس ومن ثم طلبة غالنت إلى ذلك لكن نتنياهو يذهب إلى موقف يريد أن يحرق أيضاً الساحة الإسرائيلية وأن تحترق بداخلها وأن ينجو بنفسه وهذا ما يحدث الآن سياسياً على مستوى التعامل مع الحرب وتعامل مع الرواي طيب الآن هذه المسيرات الغاضبة وخاصة بعد هذا الخبر أستاذ أمير إلى أين ممكن أن تصل وتقود هذه المسيرات وخاصة ضد نتنياهو الذي يتهرب في كل خطاباته من الحديث بهذه الأمور المهمة ويذهب بالحديث سياسياً إلى أوسلو كما ذكرت وإلى صراع البقاء السياسي له وما إلى ذلك فبرأيك هذه المسيرات إلى أين ممكن أن تذهب اليوم خاصة وأنهم لا يرون أي ردة فعل من قبل نتنياهو اتجاه مطالبهم وإلى أي مدى أصلاً يستطيع نتنياهو مقاومة أهالي المحتجزين يعني حين يعرف إلى أوسلو هو لا يقول كلاماً غير مهماً غير خطيراً هو يقول كلام خطير جداً ويعني أنه لن تقوم دولة فلسطينية لن تكون سلطة فلسطينية لا في غزة ولا في الضفة الغربية بهذا المفهوم عملياً لأنه يتعينها بشكل وضع لكن إلى أين تقود هذه المظاهرات أعتقد تقود إلى تأجج الصراع الداخل الإسرائيلي لا يوجد نوع من ضمان كيف سيكون منح الأمور قد تعود قوى اليمين وتأخذ الغربة وتكون بيدها الغربة خاصة وأن هناك على الأقل التيار الصهيوني الديني إلى جانب الليكود غير مكترثين بشكل خاص لهذه العائلات لأنه تمثل تنتمي إلى جناح سياسي آخر وهذا ما أكده حتى يعني محللون إسرائيليون كبار لكن هناك حالة يأس في داخل المجتمع الإسرائيلي من الحكومة لحد الآن لا توجد قوة سياسية قادلة على قلب هذه الحكومة نعم أستاذ أمير يعني بنهاية نحن نعلم أن هذه المسيرة تشكل ضغطاً على الحكومة الإسرائيلية الحالية لكن واضح أن نتنياهو كما ذكرت هو ماض في سياسته وبخاصة تصريحاته بأنه قال تصريح بما معناه أن هذا الأمر لن يؤثر على الحرب على قطاع غزة فنحن نعتقد بالضغط العسكري فقط نستطيع أن نحرر باقي المحتجزين والرهائن كما أسمهم لدى حماس بمعنى بأنه لن يستجيب للشارع الإسرائيلي لكن هذا تماماً ما قاله الشارع الإسرائيلي في الأمس في المظاهرات أن هذه المقولة من نتنياهو تعني عودة جميع المخطوفين أو المحتجزين قتلى وليس على محلها وهذا ما الرواية المقابلة أعتقد من الصعب أن نتنياهو يواجه ذلك سيبطر إلى صفقة جديدة وهناك حديث عن صفقة جديدة ستكون أو عدة صفقة سلسلة من الصفقات تشمل كبار السن تشمل بعض الجنود وبعض الأسرة لكن هذا الآن وهناك مطلب باتة واضحة أن عائلات بدأت تطالب بوقف طلاق النار وليس بصفقة وليس بهدنة وهذا هو المهم أعتقد في سمنة في الأمس هناك قضية أخرى ترحى نتنياهو في الأمس وهي استخدم لأول مدى مصطلح حول مصير غزة بعد اختلاله وتدمير والقضاء على حماس مصطلح الإدارة المدنية منها الإسرائي وهي المنظومة التي تعمل في الضفة عملية هو يريد منظومة احتلالية وليس منظومة حتى فلسطينية ما يتحدث عنه بالصداد وهذا شيء جديد عمليا جدد في الأمس لكن أعتقد أن نتنياهو لا مستقبل سياسي له ويدرك ذلك إلا إذا بالعربة دول قوة على مستوى الإسرائيلي الداخل نتنياهو يتحدث في الأمس في المؤتمر الصحفي إلى جمهور اليمين أقصى اليمين إلى جمهور الليكود إلى جمهور الصهيونية الدينية وبينكفير واسموتريتش ولم يتحدث إلى المجتمع الإسرائيلي وبذلك قد يغفق بشكل كبير يريد أن يتحجبها أخرى أن أعتقاد الاتجاه الإسرائيلي الآن ليس عقيدة هنبال وإنما الاتجاهو أكثر انتحاري يعني أكثر بالعقيدة المتسادة التاريخية اليهودية في الزواية اليهودية وهي التوجه الانتحاري عليه وعلى أعدائك يا رب لأنه لا يملك أي أفق لا يملك أي خيرات وعندما العملية الإضاءة يأتي لتدارك حدث استراتيجي يعني حدث تكليكي قتل الآسر والأسيد لتدارك حدث استراتيجي لكن الآن الحدث الاستراتيجي هو سيد الموقع ولا يوجد أي جوال لدى حكومة إسرائيل ولا يوجد أي جوال لدى حكومة الحارق الإضاءة الأمريكية تحاول أن تمد الخضاءة الثانية هنا كنت نحن هنا بغير مطلون وأيضا الضغط الأمريكية يتراجع أنه هناك تدخل في ستة انتخابات نعم أستاذ أمير تقديرات الجيش الإسرائيلي تقول بأنه مطلوب عدة أشهر من أجل حسم المعركة مع كديبة خان يونس وحدها التابعة لحركة حمس وهذا تصريح صباح هذا اليوم كان من إذاعة الجيش الإسرائيلي ماذا يعني هذا التصريح الذي أثار أيضا الكثير من التعليقات حوله ماذا يعني بأنهم يحتاجون لعدة أشهر أخرى لحسم كتيبة خان يونس هذا من ناحية أولا هذا رأي العالم الإسرائيلي أنه فيه بعض خسائر كثيرة وهناك تخوف أنه مجموعة ضحايا العسكريين في الجيش يعني القتلة في الجيش الذين يسقطون في الأيام الأخيرة والذي تزايد مشكل بعد فترة معينة حول الضرط شعبي لإنهاء الحرب وأيضا فيه رسالة للولادة المتحدة لإدارة باين أنه نحن لا نحتاج إلى بضعة تسابيع وإنما بضعة تسابيع وإنما لأشهر طويلة لكن إذا فعلا تحقق هذا الأمر وهذا الشيء الأخطر سيتم هناك أعتقالي الإجهاز على الحضور الفلسطيني أيضا في الضفة في بعض الأماكن وبالذات المخيمات أو السعي إلى ذلك وإجتثاث المخيمات سيكون أيضا مسعى إلى إعادة الاستيطان في شمال غزة وهناك يعني هناك اختلاف كبير جدا من قوى سياسية جدية تنتمي إلى أحزاب الصيونية الدينية جاهزة للبلغ في عملية استيطان في شمال غزة إعادة ما يسمى جوش كطيف وهذا أيضا سيناريو قائم لكن البقاء الجيش في عدة أشهر أعتقد سيدخل إسرائيل سيقرب موضوع الحرب الإقليمية أو حرب واسعة متعددة الجبهات مع إسرائيل وغيرا سيستنزف إسرائيل لأن إسرائيل لحد الآن إذا دخلت في حرب استنزام سيكون ثمنه أكثر بكثير من حرب عادية لأنه عندها ممكن استهداف أهدافها بشكل أكثر مباشر من الفلسطينية وهذا أعتقد أنه نوع من المغامرة لكن قد تقدم عليها إسرائيل وليس من المستفاد الثمن الأساسي سيقف الفلسطينية بتنشك شكرا جزيلا لك الأستاذ أمير مخول الباحث والكاتب في الشأن الإسرائيلي وتحية لك شكرا شكرا